كل جولتنا النهاردة بمنشاة جريدة أخبار اليوم كتبه الزميل أحمد حمدي رئيس تحرير البرنامج ومحرر شؤون رئيسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم وهو عن الجولة الهامة التي قام بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس حيث قام الرئيس بجولة تفاقدية في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مروره حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم كما استفسر عن أحوالهم المعيشية واستمع لمطالبهم أستاذ أشرف يعني خلينا نقف عند النقطة دي وهي المتابعة الدورية للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات القومية لا يا إما طرق يا إما مناطق تاريخية يا إما يعني عايز أقول وسائل نقل حديثة إن شاء الله وهناك دائما خلينا نقف عند نقطة معينة احنا تعودنا على الرئيس إنه بيعمل كده كل يوم جمعة تحديدا يعني إنه بينزل يتفقد لكن دايما بلاقي نتيجة بشكل أو بآخر فعدد من القرارات لما الرئيس بيقف مع المواطنين وبيبتدي يستمع لهم ويحل مشاكلهم حقول مثلا الخبز مثلا السياحة تم طرحه مبارح فيه ده ووقف عنده واحد بتاع فرن والرئيس قالها واضحة ودي يمكن بتدي للمواطن مؤشر لما إحنا مغلناش عليك الدقيقة غلت ليه سعر الرغيف فده بيدي للمواطن لأ ده الرئيس بيقول كده ونزل تابع وقال كده يبقى الدولة حقيقة شفيه شفافية وهي ما غلتش سعر الدقيق مش الدولة غلتهم ما بيقولوش الحاجات اللي كانت بتحصل دي شايف ده إزاي وإزاي نقدر نقول إن المتابعة دي بقى المواطن مستنيها لأنه بيسمع فيها حاجات هو كتير جدا ما بيبقاش عارف مثلا القرار ده كان إيه خليني أقولك إنه من الحاجات الجيدة جدا اللي بيتبعه الرئيس السيسي هو إنه بيحب يسمع للناس ونفسه بيحب يقابلهم بيحب يروح مناطقهم بيحب يروح ويسأل ويتابع وينفذ ويمكن بارح فيه حاجة تانية كمان يمكن ناس كتير ما تعرفهاش رئيس السيسي من حوالي شهرين كان في مصر الأديمة أيضا كان في أول منطقة صور مجرى العيون واتكلم على عملية التطوير اللي هتم المنطقة وإزالة الجيارة وإزالة حرط السكر واللمون وإحدى السيدات هناك قالت له يا ريس أنا مش عايزة مش من المنطقة بيقولوا إنه هيودوني حتة بعيد وأنا من هنا وطربيت هنا وطرق الريس مبارح كان رائح يتمئن إن الناس دي لما أعيد تسكنها سكنت في نفس المنطقة في منطقة رائعة اسمها أبراج الخيالة يعني بتبعد كيلومترات بسيطة من منطقة الجيارة اللي بتتشال وحرط السكر واللمون وحتة اسمها حوش الججر الناس سكنت في نص البلد سكنت في أبراج رقية سكنت في مساكن مؤسسة ده رسالة أنا نفست كلام ونزل تاني بيسأل على أحوال الناس بسبب الهوجة اللي حصلت في الأيام اللي فاتت تحت تأثير الغزو الروسي الأوكرانية الناس اللي كانت تعالت الأسعار يعني من رأسها بشكل عالي جدا وبشكل سريع جدا والرئيس اتحرك بشكل سريع في منتصف الأسبوع وكان فيه تعليمات بأنه يتسعر الخبز السياحي نمرة واحد نمرة اتنين يتم التأكد من وجود كل الحاجات كل السلع والاحتياجات في الأسواق نمرة ثلاثة المتابع رئيس نزل امبارخ علشان يتابع عشان يقول للناس أنا موجود بنفسي وكان نموذج يعني واضح جدا لما يقول للراجل بتاع المخبز هو احنا غلينا عليك الدقيق عشان انت تغلي الخبز وبالتالي دي كلها رسائل انه الرئيس بيتابع الرئيس بيحس بنب الناس الرئيس يعني ما بيستناش لما تدي له التقارير لا علاوة طبعا على انه زيارته شملت يعني متابعة التطوير والمشروعات اللي بتتم في مصر القديمة وفي القاهرة القديمة القاهرة العمليات التطوير الكبيرة في دلوقتي يعني شغل في سبق مع الزمن تطوير منطقة جامع عمر بن العاص هتبقى مظار سياحي رائع وطبعا ازالة عشوائيات وراء جامع عمر بن العاص كان في عزبة اسمها ابو ارنت شالد وبالتالي الرئيس بيروح بنافسه يشوف ايه اللي بيحصل فيه كمان تطوير المنطقة الاسلامية من عند الغرية وغيرها دي بردك من اول باب زويلة وغيره دي الرئيس بيتابع علشان معدل وسرعة التطوير علشان نقدر نخفف على الناس ما يتعطلوش كتير وكمان الشكل بتاع التطوير انا واحد من الناس انا استفدت من هذه الزيارات يعني انا ساكن في مدينة الفستات الجديدة قدام المتحف التطوير اللي تم في المنطقة والتطوير اللي تم في القطار بتاع المتحف يعني خلى المنطقة تغيرت خالص يعني احنا كنا يعني اه ساكنين في مدينة الفستات قدام المتحف مباشرة بس ما كانش فيه خدمات ما كانش فيه كان فيه اهمال كان حوالينا عشوائيات بتاع لأ اتشالت منطقة بطن البقرة اتشالت حاجات كتير سيئة كانت في المنطقة تم توسيع الطريق تم انارته ارتفع مستوى المنطقة بشكل كبير جدا الريس بيعمل كده في كل المشروعات علاوة على العامل بتاع المؤصلات والمرور بقى عندنا دلوقتي محور الحضارات اللي بيطلع على الاستراد واللي بيطلع على الدقيري واللي بيقرب المسافات انا جاي من الفستطل هنا النهاردة في 25 دقيقة تقريبا بسبب برضك المحاور الجديدة دي فلولا من الرئيس لما بيدعو او بيطلب مشروع او تطوير او طريق لولا انه بيتابع بنفسه انا بمناسبة المتابعة يمكن انا سكنة قريب من الحيطة اللي حدتك فيها فلما الرئيس مثلا من جمعتين كده كان في زيارة نفق زهراء المعادي والكبرى اللي هناك عايزة اقول لحضرتك انه المنطقة دي العمل فيها اللي هو محور حصاب الله الكفرة من جديد على قدم وثاق لانهو قال لهم قبل رمضان يشتلى للنحوة تكون كله شغال فعلا حضرتك تشوف الشغل تقريبا 24 ساعة شغالين بهمة كبيرة المنطقة بتدت تتغير بتدت ملامحها تباني يعني حقيقي احنا متابعة الرئيس شيء مهم جدا اشتركوا في القناة